نصبت وسط المناطق السكنية وعلى أسطح جهات الاتقوية اتصال أبراج للاتصالات وحديث عن أدران على صحة الإنسان أبراج اتصالات تصدر موجات كهرومغناطيسية من النوع اللي يسمى غير مساعدة على تأيين المواد يعني الشعات الكهرومغناطيسية الضار منها هو ما يعرف بالترددات السينية أو ترددات قامة وهي ترددات جدا جدا عالية في طيف الترددات الكهرومغناطيسية ملف يبحث عن حل ببدائل تبعد خطرنا الشعات التي يسمونها الشعات الغير مرئية ومدى خطوتها على الإنسان لكن أن تكون طبعا أكيد أن تكون توقع الحذرا أن تكون بعيدة عن المدارس بعيدة عن تجمعات الوزارات المرافق الحكومية دعوة لورية توافقية تنتظر مخرجا قمنا بدعوة العيد من جهات الدولة منها وزارة الصحة وطهران المدني ووزارة الداخلية واللي حضروا اليوم طبعا وزارة الداخلية وأيضا وزارة الصحة واذكروا رايهم ما هي مثل مزارة الصحة شوال الأسباب الصحية المترتبة عليها ضابطها الخاصة الصحية على الأبراج وإذا مزارة الداخلية مشكورة أيضا حطت الحدود الخاصة في أماكن الأبراج وعلى الضفة الأخرى تجارب صحية وأبحاث علمية قللت من خطورتها هذه الاتصالات وضعت بمعايير سلامة عالمية اعتمدتها دول المتقدمة اللي سبقتنا في مجال التكنولوجيا ومنها الولايات المتحدة الأمريكية في تحديد أن إجراءات سلامة بإبقاء الأبراج هذه على ارتفاعات معينة لا تضر في البشر بأي ناحية من النواحي ومن أضرارها النسيان وفقدان الذاكرة وإطلاف المادة الوراثية في جسم الإنسان ومشاكل في النوم ليبقى الملف الأكثر جدلا في الأوساط المعنية أحمد المسعودي لتلفزيون المجلس